أظن الأمر أصبح واضح إلى بقدر كبير إيه الحكاية؟ إيه اللي حيتعمل؟ إيه الموضوع؟ وأنا بأطالب الدولة المصرية إنه كان موقفك نبيل وشريف وعظيم يناسب قيمة مصر خلاص؟ يعني ما قمنا به في السنوات الماضية من 2009-2010-2011 لغاية النهاردة في ظل أحلك الظروف لم تغلق مصر ببقى في وجه إنسان شيء راقي ومحترم وإنساني وإسلامي وكل شيء اللي أنت عايزه خلاص؟ أرجوكم تحملوا بقى إلا أنا حقولوا ونعارف أن الدولة المصرية ترفض طلباً مثل هذا الطلب لو سمحتم تقدموا للمجتمع الدولي بالمعونة أطلب المعونة أنت شايل أكتر من حملك مع أزمة اقتصادية مع رأي عام مصري مش طايق مش طايق الفكرة إنه فيه ناس بتشاركوا في اللقمة الناس ما عندهاش نفس الفروسية بتاعت الإدارة المصرية رغم أن دي مصر من أرجع تاني بقى من أيام الاربعينات والخمسينات والفنانين اللي جوا في مصر والناس اللي عاشت في مصر وأنا كان أبويا مش عارف إيه وكنا متجوزين ناس سوريين وكنا جرانا كل الحواد ولكن أنا الأوان أن تكون واضحاً مباشراً يا جماعة قولوا كده يا جماعة يا بنك يا دولي يا صندوق يا النقد يا أمم يا متحدة أنا أنا شايل للناس دول على رأسي وفعني والمواطن السوداني يا أخويا والمواطن السوري يا أخويا والمواطن اليمني يا أخويا والمواطن الليبي يا أخويا والمواطن العراقي يا أخويا والمواطن اللبناني يا أخويا ده كل يقص له سيادة الناب بيتكلم بيقولك عندما ينتهي ده اسمها في المشمش يعني أنت عايز تقول لي أن الوضع في سوريا حينتهي بكرة انت عايز تقول لي ان الوضع في ليبيا حينتهي بكرة انت عايز تقول لي ان الوضع في لبنان حينتهي بكرة ده اسمها في المشمش الناس دول قاعدين ومعزورين طب بما انه قاعد يجب ان تساعد مصر ومصر لم تستخدم ابدا منطق الابتزاز في هذا الامر مصر صرفت وكلفت واحتضنت وعملت وكل شيء ولم تبتز العالم بدولار لم نبتز احدا بدولار القانون اللي معمول ده نصه لو تقرأ نص حقوق ده انا عامله عشان اديك حق روح تعالي انت من حقك تعالي انت من حقك تتعلم انت من حقك تعمل شركة انت من حقك تحافظ على فلوسك انت من حقك تعمل الكيان بتاعك انت من حقك تأجر شركة انت من حقك كذا كذا انا بديك حقوق المواطن اللي المواطن المصري شايف انه يعني مش واحد كتير انما المواطنة دي يا جماعة ان تكون مواطنا ربنا ما يكتب عليكم لان انتم من الدول القليلة في المنطقة الذين لم تجربوا في حياتكم ان تكون لاجئا ربنا ما يكتب عليك انك تكون لاجئ انا مش فاكر في تاريخنا كنا لاجئين في اي حتة احنا يوم ما لاجئنا لاجئنا في مصر يعني يوم ما اهلنا في مدن الكنال كان في الحرب جم وفتحنا لهم بيوتنا في الشرقية والدهلية والمنصورة والقاهرة هو ده اللي جوء اللي احنا كنا عارفينه انما عمرنا ما كنا لاجئين في حتة فهذا الامر يجب ان الحكومة المصرية تكون كان اردوغان واضح جدا قال لك انا عندي 3 مليون سوري وده على فكرة ده عنده 3 مليون لاجئ بالقانون يعني بالورقة والقلم بالقانون اردوغان عنده 3 مليون لاجئ سوري موجودين على الحدود وموجودين لغاية دمشق لغاية جود مش جوء اسطنبول انا اسف جوء انقرة خلق مواطنين عليها دي فرح قال للتحاد الاوروبي قال لهم هو سؤال واحد حتدفعو لنا معونا لان انا وتركيا يعني برضو خصوص ده مش واحدش يعني لان انا مش هدفع الكلام ده ولا تليهم بكرة في المانيا قالوا لها ندفع انت لأ انت قلت في عنايه انت قلت في حضني انت قلت انا مصر انت قلت انا مهد العروبة وانا انا من دخل مصر فهو امن خلاص اشتركوا في القناة